معاناة مستمرة لمرضى الثلاثيمية في محافظة الديوانية فمنذ أكثر من شهرين وهم يعيشون مأساة فقدان أكياس الدم التي عجزت عن توفيرها دائرة الصحة لينتظر المرضى أمام بوابة مركز الدم ساعات طويلة وأيام دون أي نتيجة للحصول على الدم صار لشهر أنا لا دائر لفن دم ونسبتها ستة ونمشي ليهم يقولون دم ما كون سياس ما كون جيب منتبرع يقولون لا ما يتحجز وظلنا نحنا لا نحن جابين جيب منتبرع يقولون ما ما أكتشو عص نمشي يقولون جيب منتبرع وظلنا نحن لا دائم ولا كل شيء كل شمع والله ماوتو ماوتو هاي منه ماوتو ثاثة واحد عمره عشرين سنة واحد تسع سنين وابني أربع سنين جيت قبل العيد وجيت وراء العيد وهذاك السبوع جيت واليوم جيت يعني أربع مرات هاني جاء نسبتهم سبعة يعني شكذر بعد يتشبيره تموع روحة يطيح كاروة كل ما نجي خمسة وعشرين الف يعني ماكو وزير الصحة يتنوع عني دير باله علينا ونروح ونطو جوهنا نجي يوم تشياس ماكو تشياس ماكو نجي ورلا قال لي تشياس ماكو قل لي جيب لكم متبرعين يعني فروق راح يموتون يقل لي لا حتى لا جبتم متبرعين ما نطي تشياس دم ماكو وروح أرجع عليهم ماكو يقول ماكو دم شارو نص دم ماكو نسبت ستة صارت السح يعني تعبنا كلش تعبنا من أكياس لاكو لا دم أكو ماكو يعني غير يفررنا خدمات شي مسؤول مركز الدم والثلاثيمية في المحافظة بيان أن عدد المصابين أكثر من خمسمائة شخص وأن شحة أكياس الدم وتأخر وصولها تتحملها وزارة الصحة لكونها الجهة الوحيدة المجهزة لهذه الأكياس عدد مرضى ثلاثيمية الكلي خمسمائة وخمسة واربعين مصاب بمرضى ثلاثيمية أما عدد الذين يعطون الدم ميتين وواحس ستين مريض البقية يأخذون علاج الدسفرال والأكسجين شحة أكياس الدم ليس من حق دارة الصحة أو المحافظة التجهيز وإنما تجهيز وزاري ولازم حصول على موافقة الشركة كيمادية بغداد حصرا أكو بعض المرضى يجلبون أكياس دم ولكن ما نستعمله لأنه عدم موجود فحص بيهم وهذه سبب حالة المريض للوفاة مرضى يعانون الموت كل لحظة دون أن يكون هناك آذان صاغية تنقذهم مما هم فيه من ألم وتعب وتبعث رسالة طمئنان في أرواحهم التي باتت تزهق بسبب نقص أكياس الدم سعد الصباق قناة الرشيد الديوانية